ما هو أنت ساعد لقية عمبارح قال كلام واضح ما فيهوش أي لابس الكلام تحور من بعض النقاط والمواقع وترمى في كذا حتة لو لا وقفت جمهور الأهلي اللي تفرج على الحلقة وشايف ما هو الحلقة موجودة على اليوتيوب فتشوف الحلقة فيه كلام ما تقالش أصلاً في الحلقة لكن ماشي في الزحب ماشي أوكي كل واحد حر ما عنديش الجمهور يعمل لو عايزه لكن لا حضرتك أمانة الكلمة يجب أن تكون موجودة جمهور الأهلي وده كلامي بقى للناس اللي عايزة تهد النقاط وأهلميين وكذا وكذا عايزين يهدوا المركب أو يهدوا الكياء لا جمهور الأهلي زعي اليوم والتاني لكن بشوفوا من النهار ده الوقفة عاملة ازاي اللي مخليني يطلع وأنا محروق كده وقفت جمهور النادي الأهلي مع إدارته وجهازه ولعبته على الرغم ده اللي أنا متعود عليه من جمهور النادي الأهلي على الرغم من من أنه ممكن جدا يكون فيه أخطاء كبيرة مش ممكن فيه أخطاء كبيرة واضحة فنية في الملعب واضحة لكن مش ده وقت الحساب زي ما احنا قلنا من يوم الحد من يوم الحد أنا قلت لحضراتكم هذا الكلام خلينا نركز في اللي جاي خلينا نركز في ماتش يوم الجمعة طب لا قدر الله حصل حاجة يوم الجمعة لكل حدث الحديث من اللي أقسم بالله سيكون هناك عقاب وعقاب شديد عقاب شديد تخيل حضرتك أنا عندي دوري وأنا أول دوري وفارق بيني وبين الورايا نقطتين وأكتر أقل أسف بثلاث مباريات أهد المعبد لا مش أهده تخيل حضرتك إن أنا وصلت نهائي كاس مصر وحليق على بيرامدز دوري وكاس الحمد لله والموضوع مازال رقم قليل أو يعني نسبة قليلة إننا نكسب وصعد لكن الله أعلم إيه اللي ممكن يحصل كرة القدم فيها كل شيء كرة القدم فيها كل شيء الله أعلم إيه اللي ممكن يحصل ولكن لن يستطيع أحد أن يحاول من بعض النقاد والرياضيين بعض النقاد الرياضيين والإعلاميين اللي بيحاولوا يعملوا كده لن يستطيع أحد إنه هو يدخل ما بين جمهور النادي الأهلي وإدارته وجهازه الفني ولعبته لأنه صدقوني الواحد لما بيجي يطلع يتكلم بيكتسب قوته من جمهوره أنا طول النهار الناس بتكلمني جمهور الأهلي بيكلمني بارع والنهار ده أول وكل يوم بيكلموني اللي بيشتكي من كذا بس في الآخر والله العظيم تلاتة أنا ما بكتب وما بقول كلمة غلط في الآخر المكالمة بعد ما ينطقت كل حاجة يقول لي إيه لكن إحنا في ظهر إقدارتنا دينا إحنا في ظهر جهازنا الفني إحنا في ظهر لعبتنا والله العظيم تلاتة هذا حصل إحنا في ظهرهم وحنفضل في ظهرهم لكن لو يعملوا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة ساعة ويحكي لك بقى أنا بكتب الكلام بكله بالمناسبة عشان لما ييجي بعد كده إن شاء الله ويحصل أن يكون هناك حاجات هتحصل يعني هقول له حضراتكم أن فيه واحد اسمه فلان مش هقول أسمعشان ما حدش يقولي أن أنا لكن هقول أن فيه حد قال لي في يوم من الأيام يا إسلام أنتوا لازم تعمله واحد واثنين وتلاتة هقول له ساعتها بعد شهرين تلاتة اربعة معرفش إمتى شفت فاكر لما قلت لي كذا 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 أو حصل النهاردة أو حصل مبارح أو حصل ليه؟ لأنه زي ما قلت لحضراتكم كل مسؤول في جهاز فني أو لعيبة أو إدارة هو عايزين عايزين حاجة واحدة فقط رضى الجمهور هو بيشتغل عشان رضى الجمهور اللاعب ده اللاعب هو الله العظيم تلاتة أنا بسأل فاروق صلاح يقول لي اللاعب يا كابتن قاعدين عاملين كده وحطين ورشوهم في الأرض بينهم وبين بعض فما بالك لما هيجوا مصر حيبقوا عاملين إزاي؟ ويقابلوا جمهور الأهل قلت له لا قلت لهم يرفعوا رأسهم قلت لهم إن كلنا مستنيين كيوم الجمعة قلت لهم إن جمهور الأهل زعلان بس مسامح لغاية لما نشوف هيحصل إيه؟ رفعوا رأسكم لأن ماتش الجمعة ده عايزة أكسبه بأي طريقة إن شاء الله يعني أو أجتهد إن أنا أعمل كل اللي علي والنتيجة دي بتاعت ربنا وبعد كده حلها ألف حلال قلت لهم يا فاروق لا قلهم لا يقفوا كده ويلعبوا واللي يلعب يلعب أي اسم أو أي عشر يلعبوا 11 يلعبوا يبقوا كويسين يبقوا كويسين